السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبدالهادي بخاري من شركة بروجة العقارية اليوم رح تكلم معكم في موضوع مهم جدا وتصلنا فيه أسئلة كثيرة ألا وهي أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر العقارات في تركيا بشكل عام وفي طرابزون بشكل خاص رح نلخص الموضوع هذا في عدة نقاط خلوكم معنا النقطة الأولى والمهمة في بداية عام 2020 وفي بداية جائحة كورونا طبعا حصل هناك خسارة لأصحاب المؤسسات التجارية وبالتالي هؤلاء الناس اللي أغلبهم يملكون عقارات بدأوا يبيعون عقاراتهم بأسعار مناسبة وفي أسفل سعر السوق الموجود في طرابزون أو في تركيا بشكل عام هذا أدى إلى انخفاض تدريجي ونسبي في أسعار عقارات في بداية عام 2020 لكن في منتصف عام 2020 الدولة التركية قررت اتخاذ قرار وانعاش سوق العقار التركي بالخطوة التالية الخطوة الثالية وهي النقطة الثانية أن الدولة التركية ضخت قروض عقارية قليلة الفائدة على مدى تسديد طويل تصل إلى 20 سنة أعطيكم مثال مبسط مثلا ممكن تأخذ من البنك قرض عقاري بقيمة 400 ألف ليرة تركية وتسددها على 20 سنة ويكون مجموعة تسديد 450 أو 480 ألف ليرة تركية هذا الشيء استغله الشعب التركي اللي كانوا محتاجين يشتروا عقارات بقروض ميسرة وراحوا أخذوا قروض من البنك واشتروا عقارات في داخل تركيا كلها هذا الشيء أدى إلى انتعاش السوق العقار التركي بالتالي زيادة الطلب ونقص العرض خلال فترة وجيزة جداً خلال شهرة وشهرين هذا الشيء أدى إلى ارتفاع الأسعار لأن أصحاب الشقق اللي كانوا ما هم قادرين يبيعوها في بداية جائحة كورونا مع ضخ الدولة للقروض العقارية أصبح بعضهم يحافظ على العقار لأن السعر رح يزيد فيه ناس باعوها بأسعار مناسبة لكن اللي يحافظ على العقار واستغل هذه الفرصة وانتظر شوي مع زيادة الطلب ونقص العدد المعروض زاد بالتالي زادت قيمة العقارات هذه القروض العقارية التي قدمتها الدولة للمواطنين الأتراك أدى إلى انتعاش السوق العقاري لقرابة ثلاثة إلى أربعة أشهر وبالتالي كثير من العقارات الموجودة تنبيعها بأقصاد مريحة لكن الشيء المفاجئ اللي حصل بعد الفترة هذه هو انخفاض الليرة التركية مقابلة الدولار طبعاً هذا الشيء أثر كثير على شركات البناء لأنه أعطيكم أمثلة حية عشناها بداية عام 2020 كان طن الحديد 3500 ليرة تركية وفي نهاية عام 2020 أصبح طن الحديد ب7000 ليرة تركية يعني نقدر نقول دبل السعر تقريباً ارتفاع المتر المكعب للإسمنتة والخدرسانة كان سعرها 220 ليرة تركية أصبح سعرها الآن 400 ليرة تركية للمتر المكعب هذه الزيادة التي حصلت في الأسعار أدى إلى ارتفاع التكلفة لمواد البناء وقس عليها ارتفاع أسعار المواد الباقية المستخدمة في تطوير المنشآت فهذا الارتفاع المفاجئ للدولار ونزول العملة التركية أدى إلى ارتفاع كثير من مواد البناء وبالتالي زادت التكلفة وبالتالي زيادة أسعار الشقل إذا جئنا بسط الموضوع بشكل بسيط نأخذها على مناطق منطقة بيلتلي مقابل مطار ترابزون كانت الإسعار فيها تتراوح من 350 إلى 450 ألف ليرة تركية لثلاث غرف وصالة 150 إلى 170 متر مربع الآن أرخص شقة موجودة في عام 2021 نحن في منتصف عام 2021 نقدر نقول أرخص شقة موجودة في منطقة بيلتلي تبدأ أسعارها من 500 ألف ليرة تركية إلى 750 ألف ليرة تركية لثلاث غرف وصالة وقص عليها منطقة يومرا كاشوستو يالنجك فالارتفاع هذا اللي بتشوفوه في عروضنا دائما في قنواتنا ارتفاع طبيعي وموجود في كل الشركات العقارية وحتى الشعب التركي أصبح خلاص تقبل الموضوع أن ارتفاع المواد البناء أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات والمشكلة الكبيرة اللي تواجهها الآن الناس أنه ما في مشاريع جديدة بتبدأ خوفا من ارتفاع التكاليف يعني الوضع الحاصل أنه أي شركة الآن تبغى تحدد تكلفة أو ميزانية المشروع الجديد اللي راح تبدأها الآن صعب أنك تسوي دراسة جدوى لأنه ما في شيء ثابت في السوق والمتغيرات يعني أسعار المواد البناء تتغير بسرعة كبيرة جدا ما أحب أطول عليكم إن شاء الله فتكم في موضوع ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام في تركيا وفي شكل خاص في ترابزون لأنه كثير من الأسئلة بتجينا هذا الارتفاع الطبيعي مع الأحداث اللي مرت فيها تركيا بشكل تدريجي خلال جائحة كورونا كونوا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة